مشاهدين الكرام إذن الحديث سيكون بالتفصيل عن رالي صحرية الجزيرة 2017 طبعا تلثة ورحب مجددا بإبراهيم حميطوش أهلا بيك ومبرك عليك الجائزة تحصلت على مركز تاني والجائزة اليوم رحي معنا هنا في تلفزيون النهار أهلا إبراهيم لو تحدثنا على المشاركة مشاركتك وعلى هذا الرالي بصفة عامة ثم ندخل ونفصل على المراحل وعلى الصعوبات وجهها للمشاركين أولا أننا مش أدي المرة الأولى اللي نشارك في فراجي صحرية وكان عنده تلط طبعات شاركت في تلط طبعات لكن كل مرة ديسيبريلنا مختلفة هذه طبعة الثالثة هذه طبعة الثالثة طبعة الأولى شاركت في فراجي انديباط 2015 تحصلت على المرتبة الأولى طبعة الثانية شاركت كيفاش يقوله رد يعني ليس شي سيباق يعني نجوزه نفس نفس وهذه السنة المشاركتك والمركز هذا اللي تحصلت عليه مركز ثاني كيفاش حصلت عليه يعني في أي صنف فتحصلت عليه الصنف نحن نقوله لو تيدودو يعني سيارة العادية غير معدلة من نوع ديازل لو تحتنا على المرحل يعني هناك سبع مرحل هكذا على المرحلة أو مرحلتين يعني لي كانوا صعابة في هذه المرحل ككل المرحلة الصعبة هي المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة المرحلة التي قطعنا من تاغيت لبني عباس يعني فيها مرحلة فيها 130 كيلو متر فيها 90 كيلو متر ريمال وليدون أين تكمن يعني الصعوبة هذه يعني الصعوبة تكمن في يعني في كيش يقول الريونتاسي ولا ننفيغاسيو يعنيها فكي تكون في الملكي ما في البحر ما تقدرش تعرف طريق جي لازم الكوبيلوت بيأسير خدمته عدنا جي بيأس وجي بيأس في هذه المرحلة حنا بدا تحبسنا ممشاش لانك خدمنا بلا بوصل رزمان الكوبيلوت عارف يخدم بلا بوصل باش قدرنا نخرج وصعوبة تالية تكمن في النوريمال في هذه المنطقة صعبة بسف يعني انت في الصحراء في الصحراء ما عندكش يعني ما تعرفش المسلك ما كاش طريق ما كاش وانت الجي بيأس يتوقف ثم تعمل يعني بلا بوصل بالبوصلة حتى لو انت حتوا أيضا على تقنية جي بيأس كيفاش يعني تم توصل معاكم بهذه التقنية عندنا في الانتلاق يعطونا الشركة المنظمة للرالي هذا هو وكا تعطينا واحد لباليس نحطها في سيارة هذه لباليس تمكن المنظمين باش يقدروا يلوكاليزيونا في طريق معنة انك دو بروبلا مولا وفيها لازوبسيوم معنة كيكون مشكل تقني تقدر فيها بوطن تعبو زالي يخرج يسينيال عندهم ويجيوا يباتون الاسيستانس ولا كيكون مشكل طيب بيتانيك يقدروا يجيوا سواء في المحرك يعني يعطب مشكل تقني يعني باتون الكاميونتان يصاب احد من المتسابقين وشنو كنا نستعملوها عندها هذه المرحلة راح تكون ديسكاليفية منها يعني 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 لو تستعملها يعني مرة واحدة راح يعني تخرج راح تقصم المنافسة تقصم المنافسة ككل انت قلت لي يعني في الكاوليس كان صار لك واحد المشكلة لما تحتوا على هذا المشكل في السيارة أنا صار لبوشكير بعد أنا عندي زوج روتسوكور عجلت وأنا في الطريق وعارة فيها الحجر رولي روشي دخلت في روشي جاي كلاتي طرواجونت وانا عندي دو روتسوكور منطيت دو روتسوكور احنا في العادة عندنا نسمعها كده الإنسان يقول يسمع روتسوكور يقول بلي عنده إنسان روتسوكور واحدة اي احنا فرالي على بنا بلي لكن فرالي يكون عندكم ثنين وانت هي ثلاثة يعني أنا كسر ثلاثة بالبنو بالاجونت كيفاش مفيت الحل سواء نعبز هذه كلامباليز ويباتوا للإنسيستانس ونخرج من المنافذ سواء منطيت دو جونت اللي عندي وقعدت لي وحدة دخلت على الحديد على جونت كملت يعني ووصلت ربعين كيلومتر ربعين كيلومتر في الابيس لحجر وكملت ودلحقت لاريفي المهم ما فشلت وما توقفت ما توقفت عن المنافذ انت حتوا على المشكل الآخر يعني سبونسورينج هكذا هل يعني توجه يعني مشكل من ناحية هذه من هذا الجانب بيانسير بيانسير أنا الحمد لله يعني عندي سبونسور ليقدر يعاوني بس كانا نخدم في شركة اللي يعني معاونتني في سبونسورينج شركة كترون الجزائر بصح المنافسين للاخرين عندنا منافسين يعني ما عندهم ش ندو طريب بمبيلوت جوسيت منهم براهم بن منصور من منطقة ورقلا سينطري بمبيلوت ما عنده ش مو مو وين ما عنده ش عنده سيارة قديمة وتحصل على نتيجة لبس بيها وش نو مسكين طاحهم بانت كسل البون ما قدر ش يمشي بالكات كات هكذا وقتها قال مراحل وجهاز قلت كان سيارة لعمرها طويل وشاركت والا كان كيكيباج من مستغانب عنده اف جي كارون تاني كاتر فانسات وقيل لها عندها كتر مربعين سنة وشارك بها وكمل الباركور طويل ما تشارك في مثل هذه الطبعات ما يكونش فيها شروط المتسابقين تكون عندك سيارة أقل من ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو ما شبه ذلك شروط مش في سنة سيارة مش في عمر السيارة شروط يكونوا في زيكيب من دو سيكوريتي لزارسو لسياج باكي لزارني مهم لزيكيب من دع سلامة هما يكونوا هما شروط تحدثنا لو تحدثنا أيضا على المشاركين الأجانب اللي شاركوا في هذه الطبعة هناك بعض من المشاركين كيفش يعني تحدثوا على المشاركتهم هذه وخاصة في الجزائر وفي صحاري الجزائرية كيفش يعني تابعوا هذا كيفش عاشوها يعني مشاركين أجانب كانت عندهم نظرة على الجزائر فيما يخص لا سيكوريتي كي جوا وشافوا نظرة حاجة عالم آخر مشي كما يروجوه يعني مشي كما يروجوه وسائل الإعلام الأجنبية أجنبية خاصة وطانيك عجبوهم العجبوهم الأسبيطالية لزلجيريا عجبتهم بارابول لزلطر هم شاركوا بزاف بلدان في المغرب في تونس وكذا كي حكينا معهم وقالوا نبلي لزلجيريا خام عطينا بعض الأمور يعني حدثوكم مع هذو الأجنب مثلا مثلا كان واحد المشارك لنا لتحصل على المرتبة الأولى مركز الأول مركز الأول أنا سكسيتو قتله كيفاش عجباتك لجزائر وقال لي لزلجيريا كيفاش يقولوا قال لي عونوك وهو واحد عونو حب يعطي له دراهب زعف عليها ذاك الإنسان احنا في الجزائر احنا في الجزائر وحنا نقولوا بهذا الشي يعني في الجزائريين الحمد لله يعني مكاش طبيعة احنا الجزائرين كوراما كوراما هو هذه الحاجة اللي قصد قال لي في البلدان الأخرين الناس كيعونوا يحوسوا على مقابل الناس في الجزائر يعونوا هكذا ركت تقول هم يعونوا الجزائرين بدون مقابل بدون مقابل وهو يعني يلقى في بلد آخر حب يعونه بمقابل بمقابل كيعونه لازم يدون مقابل قلت لي العكس قلت لي بلا اكزاكت انتبرك لأخطأت في هذا في حديثك من خلال حديثكم قلنا هذا الأجانب ونظرتهم للجزائريين ما تشوش بأنه يعني سياحة الصحراوية وخاصة أنه الجزائر رأي تعمل كثير في هذا الجانب وحبين يعني تنطوروا هذه السياحة ما تشوش بلي قابلية يعني في هذه عندها قابلية يعني لتكون يعني تتطور ويكون أجانب كثير يجو الجزائر ويزور الجزائر بيسر بيسر هذه الدولة تعنارا هي ما أنت في العوام الأخيرة خاصة مع حديثك لأجانب هذا أجانب هذا وما أعجبتهم بزاف الجزائر مالغرب لم يكن لنكون فترة كم الوثال وكامل في صحرات هنا بس مالك كيف نقص في الإنفرستر كيف نقص في تاريت مكاش لنشار القرار تعلق اللي خدمين همي مكاش لم يكن خطى واحد في تاريت هذه و أمكين أخرى ميزورتها أيضا نقص كنا في تيوت بالأخزامل في تيوت لم يكن خطى يخا شفت بتنافي بيفاك في لي طونت ودرجة حرارة مو ست دقري قلنا نقص في الهيكل هكذا نقص في الهيكل لو نعود ونتحتوا على المشاركتك في هذه الطبعة المشاركة عموما يعني للجزائريين في هذه الطبعة كيفاش كانت بغض النظر على مشاركتك أنت الحمد لله كلها الجزائريين في قعل الكاتيجوري تحصلوا على مراتب مشارفة بالإمكانية القليلة التي لديهم وقدروا تحصلوا على مراتب الأولى في جميع الكاتيجوريين في الموتو في الكواد في نتائج إيجابية في الموتو في الكواد في سيارة رمائية الدفع تحصلوا على المراتب الأولى نعود لك إبراهيم هذه رياضة تلقى رواج كبير في الجزائر أملا نحن في الجزائر عدنا لبيلوت عدنا ببيلوت متمكنين مش نحن عندهم نقص الإمكانيات موجه نداء لشركة الجزائرية بش دعم رياضات الميكانيكية نحن في رياضة الأخرى في جيدو المصارعين يتدربوا لا في كورة القدم لايبي كورة القدم يتدربوا أنتوا كيف تتدربوا في هذه رياضة؟ لا يتسألين لا يجب أن يكون لديكم مسالك لا يجب أن يكون لديكم مسالك بالمناسبة نشكر حبيب خطره نحن عنده في زموري فاتحه للببيل اللي حبي يجي ينطر هنا يعني تدربة تلكم تكون دائما هناك في زموري؟ لا قريبا لنا للنورسي نحن لديها بطول الصحراء من اللغوات طورة الاتحادية هذه الجزائرية رياضات ميكية يعني اللي لازم لها يعني تقوم بإنشاء هذه المسالك كأن بروجيا ومدارينه في تي سمسيلت تعاني سير كويد فيتاس في تي سمسيلت عنده واحدة طروا مولاكات موليسينية وعليها مع الوالي تأتي سمسيلت إن شاء الله يعني فيه جديد في هذه النحية إن شاء الله سير كويد فيتاس بصح ما شيء سيبالا من دي سيبلين اللي نديروه احنا لزوم ديرو نحن لسير كويد نقدروا نديروهم في الصحراء نقدروا نحن عندنا بزاف تداريس لنقدروا نخدمهم بالمان نختم نعود لك الرالي داكار هذا الرالي المشهور كثير الكل يتمنى يشارك في هذا الرالي لماذا؟ بسك سيان الرالي هو من أشهر راليات في العالم عندنا نيكيباج عندنا نيكيباج إخوة بن بختي معهم رمزي هم شاركوا معنا في هذا الرالي بالكاميو هذا المان هم يشاركوا في هذه المرة الرابعة حين يشاركوا في ذاكار في ذاكار عندهم مشكلة سبونسورين هم يشاركوا بالعالم تلك الجزائر لم يكن حتى شركة جزائرية قبل تسبونسوريزهم هم يشاركوا بالموايا هم يعانيهم لازم لهم بسك ذاكار لازم له بالموايا تقطير أمنية تاك أن تشارك في هذا الرالي إن شاء الله هل فيها إمكانية في السنة المقبلة؟ ممكن إن شاء الله السبونسوري قدر يدعمنا هكشفت بالسيارة اللي عندي أنا عندي سيارة ماشي 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 فريمون يكيبي لرالي قوية وقدرت بيها وتحصلت على المرتبة التانية الحمد لله حنقلوا تمنيتنا إن شاء الله أن تشارك في هذا الرالي إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله في المواعد المقبلة شكرا لك إبراهيم شكرا لكم مشاهدنا الكرام شكرا لكم عودة إليك هارون شكرا لك هارون شكرا لكم